محلية العشرة ومحلية زابينغة وهذا زابينغة مع بعض البرامج وممكن بعض من تاريخ الإذاعة نعم هل نحكي على زابينغة اليوم الأهم الأخبار ممكن اللي اخترناها للي حكيوا عليهم التوانس البارح نحكي على زيت الزيتون المرة هذي نجم الفيسبوك نحكي على تتويجات أجددة معتا نحكي للبيترول الأخضر لتونس زيت الزيتون التونس ياخو 25 ميدالية ذهبية ما ننسيه وشهر التالي في المسابقة الأوروبية والعالمية لزيت الزيتون نسخط دوينفانتكات بجينيف نحكي على زيت الزيتون ولي حسب دوينزيت سجل الارتفاع ب91% في المداخل مقارنة بنفس الفترة من عام اليوم بين 1 نوفمبر 2023 و30 أفريل 2024 المداخل حتى الآن 407 مليون دينار رغم أنه صابة يا حبيب مش قياسية صابة معتا تعتبر عادية معتا ما نقولوش خائبة ما تعتبر عادية ما سوم زيت الزيتون هو اللي طلع عربي يبقى لنا السطر وإن شاء الله ديما في العليل وديما تتويجيت وديما كليتين 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 حاجة تصر تصر ولا هتنا تحب حاجة ما تصرش برشا لا لا هي عطينا ما أسر أما هي أريك بيش نبدو مش ناخذو العبرة بيش ناخذو العبر ونعرفو على الأقل نكونوا يعيين بالواقع حسب الوكالة وطنية اللي تحكم في الطاقة وبعض التدقيق الشام اللي عملوها المنشآت البلدية نحكيوا على مباني وشبكات تنوير العمومي وأسطول سيارات واللي شمل تقريبا 350 بلدية على كامل البلاد يلقاوا فيها هنا وفي ملف استهلاك الطاقة للمتالكات البلدية يلقاوا أنها تستهلك تقريبا 195 مليون دينار حسب كهية مدير الوكالة السيد عبد الحميد الجنوني هنا يقولون الكلفة هذه ممكن تتقلص حتى إلى 40% من مبلغ هذه 40% من 195 مليون دينار هو النجم ونصلوله فقط كي يتم ترشيد الاستهلاك والأكثر من هكا أنه زاد الناس تولي تعرف ويعي بأهمية التاقة ذيكا وقداش معتها ما تتصرفش في الخيب أما هنا هتنقوا تصريح آخر لسيد اللي هنا نحكي في رئيس الهيئة العامة الاستشراف ومرافقة مسار المركزية بوزارة الداخلية يقول في أحد الحوارات أنه تونس اللي هنا عندنا 600 ألف بوتو في البلديات التونسية يخدموا منهم كمية ألف أكهو على 600 ألف وتفهم كمية ألف أكهو يخدم ورغم ذلك التاكل في متاحهم اللي هنا قال لك التنوير العمومي يتكلف على كاسة المواطنة التونسية في البلديات نحكيه 80% من استهلاك التاكل 80% من استهلاك التاكل ماشي للبوتويت ماشي للضو مانا الاستيك قاعدة تاخو في برشة فلوس من البلديات مانعش تيخو لما تاخوش نعرف ما كريديات هي أكيد رابش تيخو ماشي تكون ضو بلاش أما هذا ممنعش اللي فما استهلاك ماشي الترشيد ماشي صحيح ماشي قاعد يمشي في الطريق صحيح والأكثر من هك ماشي قاعدين يقدموا بالتاقات المتجد بالرغم نشوف برشة تشكيات من بعض المواطنين اللي يشكيوا الأحياء متاحهم مش منورة هاني قلت لك أنا على 600.000 فتو وفمية الفيخت هاي هذيره وماشي كلمي هذيره هو السيئ لا هذوقوما تلقاهم اللمبوبات محروقين مثلا يبدلهم ولكن تيتي البارح في مدينة الثقافة أو نقولها مدينة ثقافة مدينة ثقافة في قاعة جميلة كبرى معناها التنوير بتاحها ناقص باعتبارا أنه برشة نمبات تحرقت بلك شهية كيك ما من الاستعمال يزم تجديدهم وهذا يتم لدارة وبتة ومنعها ادارية وتقعد سنة لاخر العام وكذا وبعدنا فونتير وكلا حكيت لكم لانا بش نحكي على بلدية الشيحة بسفيقس اللي هي تمثل الاستثنية في الموضوع هذا اللي وصلت صفر استهلاك للكهرباء كيفاش عملت ركبت عمدة انارة فتوق ضوئية مربوطة بالكونتيريات انتاستيق هو كيكا خفضت فاتورة الكهرباء حتى لصفر تجربة نموذجية نجمي يعملوها البلدية الاخرين رغم منها تتكلف فلوس مسيح تتكلف مرة واحدة ومبعد تقعد التنوير ببليش بش نحك على بلديات المرة هذي بلديات المرسى عملت البوز البارح بعد بلاغ هبطت وعلى صفحتها رسمية طالبت فيه المواطنين بعدم اطعام الكلاب السائبة بالتريقة العام بالتريقة عشوائية علش قاتلك لمنع التجمع ومنع اعتدائيتهم على المواطنين اللي مع البلاغ هذه صحيح لانو صارت اعتدائيات وفهم معتها كلاب عادت مواطنيين وفهم بعض الصور الخائبة اللي صارت واللي كونتر معت البلاغ هذي قال لك وين المذرب في انك تتوكل الكلب وين المذرب وخلي نرمو عندك مراكز تعيوية نرمو تهز الكلاب تهز الدوهم ومن حاجة من جملة المهامة البلدية ورأل معناها مساحة تجارية كبرى هنا بحد اليداع ويعني فهم برشقة خدسات وصغار وصغار يبقلوا فيهم المواطنين اللي ما حالا موش يقتلوا فيهم اما رجاء من الكراهب انهم يتمهلوا ويثبتوا هذيك موضوع الكراهب باني جاي ها مش نحكي انت يجبط على الكراهب لهنه فهم مطلب نفيد للمعلومة عمل مواطن عادي عمل مطلب الوزارة المالية قالوا مع تيوني نحب نعرف قداش مدخيل الخطايا الرادار اللي صارت عام ناور بحثت الوزارة المالية كانت متفعلة معاو بحثت وخط روها وسيد شنية دخل دوميل فانتروا دوميل فانتروا دوميل فانتروا ودوميل فانتروا يلقاون انه 43 مليون دينار هي مدخيل الرادار في 2023 47 مليون دينار مدخله في 2022 ويلقاون انه ضعف المبالغ عديد المرات في السنوات الاخيرة الناس بتباعد فجأة تشوف كيف الرادار تشوف كيف الاختايا وكيف كذا هذا حاجة عادية اولا لانه الاسطول الضعف ثانيا لانه الناس تير تيران معتها الهنية معتها خسام بعد شوية رجال مختار باش تقدم فقرة الرياضة قدامي لابريس لابريس تعمل صفحة للثقافة وساعة ما ثماش اما اربع صفحات تعمل للرياضة تيب شو وقي لانه معتها هذيك الافيون وشعوب قال رجل زعمة اي الناس تبع الرياضة الرياضة وكورة القدم وكورة اليد فيها برشة بطعرة والثقافة شكرا حسين مرحبا بك يومك سعيد الله يخليك